أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده مسرورة جداً للتقارب بين تركيا وسوريا جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع ناظره التركي مولود شاويش أغلو في تركيا مؤكداً أن أي تقارب بين البلدين سيكون مفيداً لمطقتنا بشكل عام وبرزت خلال الفترة الماضية مؤشرات تقارب بين دمشق وأنقرة بعد قطيعة استمرت 11 عاماً توجه في 28 من كانون الأول لقاء في موسكو بين وزراء دفاع كل من روسيا وسوريا وتركيا ليأتي الحديث على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إمكانية عقد لقاء مع نظيره السوري بشار الأسد بعد لقاءات على مستوى وزيري دفاع البلدين ثم الخارجية إلى أن الأسد اعتبر أن اللقاءات السورية التركية برعاية روسيا يجب أن تكون مبنية على إنهاء الاحتلال أي تواجد العسكرية التركية حتى تكون مثميرة وذلك في أول تعليق له على التقارب بين الدولتين شاهد تحول هست و تلاش هایی که از سالهای قبل توسط جمهوری اسلامی ایران شروع شد شاهدیم که این روزها به نتیجه داره میرسه استقبال میکنیم